هل هو مطلب شعبي؟ أم مطلب أهلاوي؟ أم مطلب أخلاقي؟ هو مطلب أخلاقي وفي رأيي مش هو بس اللي كافي نعم مش هو بس اللي كافي لا خالص طلاقا أنا عايز أقول مفيش حد أمين على كرة القدم المصرية مفيش حد أمين على كرة القدم المصرية وصمعتها لأن اللي بيحصل ده يا كابتن شوبر لا يتعلق بلعبة أنت روحت لصمعت كرة القدم المصرية في حد حكم بيشوف لعبة ويقوله الكرة راجعة من الأرض لإيده يعني إيد غير متعمدة ويروح يحسب قرار عكسي غير كده أن التسجيل بيطلع وحارب كلنا فاهمنا وخلاص يا كابتن شوبر احنا تجاوزنا فكرة الكلام على المداري عندنا إبراهيم نور الدين موجود مشاكل بين محمد عادل محمد عادل ما بيحضرش معسكر الحكام الأول للدوليين ثم المعسكر الثاني بيتخلف عنه ثم بتحط في مباراة مهمة عشان محمد فاروق محمد فاروق بيقول لازم يكون موجود بيجي محمد فاروق وبريم نور الدين بسبب اختلافاتهم الاتنين بيستقيلوا يجي جمال علام تعالوا يا ابن حب بعض وبوس أخوك وتعالوا خليكم موجودين الشهر ده ربنا يكرمكم لحد ما نطرح نفسها الانتخابات تسريبات بتطلع مهزلة التحكيم مالوز زابط ولا رابط أنا مقدرش أروح لللي وصل لكده اللي هي لجنة التحكيم أنا لازم أروح للاتحاد المسؤول عن لجنة الحكام ومش هقول بس الرابطة الرابطة طبيعي كلها دور لأن انت المسؤول عن المسابقة انت قاعد تتفرج على ايه انت فين يا كابتن شوبر زيما حضرتك قلت فين رابطة الاندية لما المسابقة بتبوز الدوري اللي هي رعاه بالملايين بل يصل لأرقام فلكية اللي ليه بس اللي ليه عواعد ده سمعيته اللي بتحصل مقارنة بدوريات شمال أفريقيا مقارنة بدوريات احنا حتى رحنا مش قادر أقارن بدوريات غرب أفريقيا والدوريات الضعيفة اللي ما فيهاش المهازل اللي حصلة دي فأنا ما قدرش اروح بس لأن لجنة الحكام بالكامل لازم تتغير أنا لازم اروح كمان ان اتحاد الكرة حضرتك لو شايف انك خلصت مستنى الانتخابات مش عايز تدخل نفسك في صداع ان انا حدفع فلوس اصل خبير أجنبي اصل انا حتحاسب اصل ايدار مال عام اصل حيجو يقول انت اللي دفعت بالدولارات خلاص يعني انك مش قادر انما ماينفعش الكرة المصرية تتساب للمهازل ديها كابتن شوبر ويدفع ضحياتها الاندية انا عايز اقول والله العظيم مش كلام عن النادي الاهلي النادي الاهلي وحيدا اللي بيطالب بجد ان حاجة تتحقق وانا هنا بطالب لا انا حقول لاندية انت اللي مستفيد ولا حروح للسكة دي خلاص الناس كلها شافت مين اللي مستفيد لما محمد عادل كان طرف اللي احتواء مرة كان طرف اللي احتواء في مباراة مين لما محمد عادل المرة دي بيخالف اللي قالوا في غرفة الفار وبرجأ يحسد قرارة عكسي كان طرف في مباراة مين نسبنا من ده مش كلنا متضررين من التحكيم خبيل اجنبي ييجي وانا مع قسامة ان طبعا لازم تقم بالذات ادارة الفار معايا انا مش هرجع السيد مراد اللي كان احد اطراف الكارس اللي كانت بتحصل في عهد عصام عبدالفتاح وفيما بعد مع الخبراء الاجانب وازاي كان له دور كبير جدا في الازمات بتاعتهم احنا بنحل على اسوأ بنحاول نغير والاساس نفسه غلط ادارة الكرة المصرية لازم كابتن شبير الحرصين على سمعة الكرة المصرية يتدخلوا ايا كان مين انا معرفش مين حاليا مسؤول واللي التحاد بيتفرج بالشكل ده لازم وقفة لان اللي بيحصل بيدر بسمعة الكرة وقمتها التسوقية انا هفعل الهاشتاج بدري شوية مع فارس واسامة لانه الاسئلة كتيرة جدا لكنه قال نقطة مهمة فارس قالك انه كان فيه خناقة محمد فاروق وابراهيم نور الدين قالك لازم سيد مراد لتقنية الفيديو ماشي كلام حلو قوي طب محمد فاروق وابراهيم نور الدين هيعملوا ايه مع مثل هذه الحادثة برضو مش هكاية قرار غلط وقرار صح انا بتكلم في قصة الكتب مركز معايا في قصة الانكار وقصة ان انا بهدد بالنيابة والقصة والحدوتة وفي النهاية يطلع الاتهام صحيح بنسبة 100% كابتن هو انت عايز الطرف من المشكلة يكون منوب بيحل المشكلة بلاش هغير السؤال النادي الاهلي اللي استشعر الخطر وبعت خطاب لاتحاد الكورة وقالوله ما مش شغلنا دلوقتي مش شغلتنا ما هو المطلوب من النادي الاهلي وانا كنت عامل امبارح المقدمة بتاعتي على قد ايه بطولة الدوري محببة لدى جامير النادي الاهلي لما انت من البداية بتستشعر انه عايزين يعملوا تأثيرات خارجية خارجية ايه ده جوة داخلية الداخلية خارجية ايه ايه اللي انا بقوله ده ده جوة ده جوة جوة كمان يعني عشان يا اما تعطل مسيرتك يا اما تساعد فريق اخ ايا ان كم منهم يجدد النادي الاهلي مطلبه تاني بخبير تحكيم اجنبي يأكد ان النادي الاهلي على الجيم اللي لعبه الموسم الماضي في المباراة الحاسمة والحماسية باللعب بتحكيم اجنبي لكن الاهم من كل ده يتعرض كل مسؤول في لجنة الحكام للمسألة ويكون فيه شؤون قانونية واعتقد محتجين لا مش من داخل الاتحاد انا عايز زي لا انا بسخ في الكابتن جمال صدق طب انا لا اصلي الكابتن جمال صدق ايه حقق مع الحكم انا بكلم عن تقم التحكيم انت عايز هققل عن اللجنة اللجنة تخرج من بسخة من وزارة الشباب والرياضة يتم الله يخليك بلاش هنقم بشك اللجنة ما انا عارف هتفلف وشنا زي الدرج اللي تحط فيه خطاب النادي الاهلي عشان احفرص اصترك ربنا بلاش يعني خلينا نتكلم شعبيا بقى لانه ده مهم جدا انت بتكلم على ملايين من الجماهية طبعا بتشوف من الاسبوع الاول هناك توجه انك ما تكسبش بطولة الدور العام اولا لازم انا بتكلم غلطا لا لازم لاجه من حكام بعد ما تم نشر التسريب اللي حصل تنشره على صفحيتها الرسمية لانه لما كنت بطالب بنشر التسريب يتم نشره على طريق كلاتنبرج ان فيه اتحاد محترم وفيه صفحة رسمية لاتحاد يتم نشر ما تم في تقنية الفيديو عليها وتحويل الطاقم مش بس للتحقيق لا انا وجهة نظري ان كمان الاتحاد يحول ابراهيم نور الدين لانه طرف في الازمة يحول السيد مراد لانه طرف في الازمة يحول ايضا الكابتن محمد فاروق للتحقيق يتم التحقيق معهم ازاي خبر او تسريب زي ده بيخرج وانتوا اللي بتطولوا الازمة لان انا مش عارف اكلم مين التسريب ده طالع بقاله اكتر من 48 ساعة تسريب ده طالع بقاله اكتر من 48 ساعة انا عارف ان حراك مرتش تزيع ورفضت تماما هذا الامر انه هذا التسريب يزيع لانه عشان هدراك تبقى عارف لانه دي مش طبيعتي وانا بكره موضوع التسريبات ده كراية التحريم يعني لكنه التسريب زي عشان كده بنقول كان لازم يطلع على منصة الاتحاد احنا مش بالنقد نفسنا احنا عشان كده بنقول ايه كان لازم يطلع على منصة الاتحاد ان هو يقوم بدوره شوية النادي الاهلي يا كابتن بيطالب الاتحاد في كل الامور ان هو يقوم بدوره في التحكيم يقول له اقوم بدورك وهات خبير تحكيمي في التسنين يقول له اقوم بدورك وحقف ملف التسنين في كل الملفات بيقول له اقوم بدورك وعملها طب المفترض النادي الاهلي يعمل ايه هل هو يدير المسابعة طب هل اي حد عاقل شايف الرياضة المصرية بالشكل ده يقدر يلوم على النادي الاهلي القرارات والبيانات والخطابات اللي بيرسلها للاتحاد المصر للكرد قرم هل ده مناسبة لكرد قرم